كشفت وسائل إعلام أجنبية عن تعرض ما يقارب العشرين طائرة مدانية إلى إشارات مزيفة أفقدتها طريقها وتسببت بحرفها عن مساراتها الرسمية نحو الشريطة الحدودية العراقية الإيراني مؤكدة أصدار سلطة الطيران الفيدرالية الأمريكية انذار بسبب وقوع الحالات وأوضحت صحيفة ديكان هيرالدا الهندية بحسب تقرير لها أن الطائرات العشرين أصبحت تائها على الشريطة الحدودية العراقية الإيراني نتيجة لتعرضها لإشارات جي بي أس مزيفة تعرف حتى الآن إن كانت قد تعرضت لها صدفة أو بشكل متعمد مؤكدة أن الإشارات التي تداخلت مع نظم من أحد الطائرات ضمن نظام تحديد الموقع العالمي أدت إلى حرفها بشكل خطير الصحيفة أكدت أيضا أن الطائرات الأكبر لم تعرف موقعها الجغرافي وقربها من الشريطة الحدودية الإيرانية العراقية الذي تعتبره معظم سلطات الطيران بالمنطقة الخطرة أمنيا وذلك نتيجة لأنشطة الصواريخ الإيرانية والتي تعتبرها سلطات الطيران تهديدا على سلامة طائراتها